تصريحات جديدة من منظمة الصحة العالمية صدرت اليوم تتحدث عن عدم حصول موجة ثانية لفيروس كورونا ما هي تفسيرك لهذه التصريحات وما هي دلالاتها شكرا على الاستضافة هو في الحقيقة تصنف موجة ثانية بانتهاء الموجة الأولى نهائيا هذا اللي يعنيهم ولكن الموجة الأولى التي بدأت بتصاعد لم تتوقف بالمرة من انتقالها من شمال القارة من شمال الأرض إلى جنوبها فهذا الانتشار لم يتوقف بالمرة فتعرفوا حتى في الصيف كان فيه هناك حالات كثيرة وها على مستوى العالم تتكلم هي لا تتكلم على مستوى المدن أو البلدان هي على مستوى العالم الموجة التي بدأت التواصل والارتفاع ما زال ما نهف تصاعد هذا اللي يعنيه حسب رأي ولكن هذا اللي فهمت من كلامه حقيقة طيب كيف تم التواصل باعتقادك إلى هذه النتيجة سيد سهيل طبيعة الحال لكل الموجة هذه اللي بدأت في معرس تقريبا حتى في قبل في يناير الارتفاع عدد الحالات هو معناها سميه بالتضاعف كل مرة وهذا اللي قاعد نلاحظ فيه لم يقع معناها الهدوء لهذه العصفة وهذه الجائحة منذ بدايتها فنحن الآن تقريبا في حوالي 37 مليون حالة في العالم مع أكثر من مليون وفات فهذا يعني أن الموضوع لم يتوقف بعد فهي موجة بدأت ولم تنتهي لم نصل إلى وضع أن وقع انتهاء الحالات في الانتشار في العالم ثم عودة جديدة وهذا يسمى بالموجة الثانية فالوضع هذا معناها متوقع من البداية لأن لا ننسى أن هذا الفيروس جديد على جسم الإنسان ومناعة الإنسان غير موجودة أصلا معناها نحن لسنا جاهزين أجسادنا ليست جاهزة من ناحية المناعة لمحاربة هذا الفيروس فهذا متوقع ولذلك معناها التركيز الآن على كل مستوى العالم كله على كل ما هي معناها الحواجز الإجراءات الصحية بلبس الكمامة بالغسل آياد وهو الحل الوحيد الذي لدينا إلى الآن ليس لدينا حل ثاني إلى وجود الحل الذي نحكي عليه هو الفاكسين في الوقت الذي تحاول هذه الدول التعامل مع هذا الارتفاع المتزايد لعداد الإصابات سيد سهيل يبدو أن الأمال تضاءلت بالحصول على لقاح قريبا مع تعليق تجربتين سريريتين في الولايات المتحدة وعلى دوء ذلك كيف سيكون مستقبل اللقاح وما هو الحل إلى حين التوصل إليه هو حقيقة معناها الإيجابي في هذا أن تقريبا كثير من البلدان الآن في طور البحث السريري على المصر وهذا معناها إيقاف اثنين من هذه التجارب شيء طبيعي جدا في طور التجارب السريرية وهذا معناها متوقع لأن لا نستطيع أن نرزم اليوم أن كل اللقاحات ستكون فعالة فإن شاء الله لكل الأمل لعننا كأطباء وكمواطنين كذلك أن يكون في كل هذا الكم من التجارب السريرية التي تجرع على مستوى العالم أن يكون فيهم اثنين أو ثلاثة أو حتى أربعة يكونوا ناشحين متى؟ ولا أحد يعرف صراحة معناها الناس كثيرة في أوقات تقول في آخر السنة في بداية السنة المقبلة هذا من التمنى ولكن ليس كل ما يتمنى المرء ويدركه الأكيد جدا أن كل اللقاح يجب أن يمر على التجارب السريرية على عدد كبير من الأشخاص ثم متابعة هذه الأشخاص لفترة معينة لاكتشاف أولا المناعة المكتسبة ثانيا هل فيه أعراض جانبية؟ ليس معقول معناها إنسان يعطي تطعيم ويذر بيه معناها أنه قاعدة في الطب تقول نوهار معناها لا ضرر ولا ذرار فهذا معناها الآن الإيجابي أن كثير من البلدان شغالة على هذا الموضوع نتمنى أن يكون فيهم على الأقل عدد معين متى؟ هذا لا أستطيع أن أرد على هذا السؤال